باش مونس ايمن احنا بنبني سد جوليس نيريري في تنزانيا ده مش مجرد سد انا في رأيي ان احنا بدخلنا نادي العشر الكبار في بناء السدود في العالم امتلكنا التكنولوجيا امتلكنا الخبرات البشرية فدخلنا بمنافسة قوية جدا بسد بهذا الحجم الضخم لمنافسة اكبر عشر دول كانت محتاكرة بناء السدود في العالم ازاي وصلنا لهذه المرحلة بالفعل وازاي وصلنا بالتفكير والتخطيط لهذا التنفيذ الله يا فندم القرار ان احنا ناخد التجربة ان احنا ننفذ مشروع ضخم بحجم سد جوليس نيريري ده كان قرار طبعا مبني على حسابات معقدة كتير اهم حاجة في الحسابات دي طبعا حراك هي العمل البشري العمل البشري فيه من ناحية التصميم من ناحية التنفيذ من ناحية اختيار التكنولوجيا اللي تصلح ان احنا ننفذ بها مشروع زي ده كلام ده طبعا عشان يتاخد قرار زي ده كان مبني على ثقة في الخبرات اللي موجودة في العمل البشري المصري من مهندس ومن عامل ومن فني ده كله نتيجة للخبرات الكبيرة اللي اكتسبها البني ادم المصري في التحديات اللي قابلناها في المشروعات القومية في مصر نهارده حالك اطقم العمل اللي موجودة هنا في المشروع كلهم خريجي مدارس المشروعات القومية الكبرى في مصر نهارده حالك بتلاقي المهندس اللي جاي من انفاء قناة السويس المهندس اللي جاي من مشروعات العسامة الادارية المهندس اللي جاي من مشروعات العالمين المهندس اللي جاي من مشروعات محطات الكهرباء الضخمة اللي عملت طفرة كبيرة في انتاج الكهرباء في مصر كل الخبرات دي تم صهرها في بوتقة واحدة وتم إدماجها هنا في المشروع كل واحد حط خبراته طبعا نوعيات المشروع هنا مختلفة كتير عن اللي احنا نفذنا في مصر إنما مع تجمع الخبرات قدرنا ان احنا نحط كل التحديات اللي موجودة ونحط قدام عينينا ايه اللي حنقابله وازاي نقدر نحله وده الحمد لله اللي وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها وخلانا الحمد لله في موقف الناس كتير كانوا يعني بيقولوا ازاي الناس دي حتوصل وهم منفذوش سدب لكده ازاي حوصلوا للمراحل دي الحمد لله احنا وصلنا للمراحل المتقدمة سواء في الأعمال المدنية أو في أعمال التركيبات ان شاء الله احنا مكملين المشوار وحنخلص السد بإذن الله عشان نحقق الحلم اللي احنا كلنا بنأمل فيه مش بس هنا في مصر كمان في الشعب التنزاني اللي المشروع ده بالنسباله حضرتك تقدر تعتبره حلم من السبعينات طيب شمانيس خلينا نقف عند النقطة دي لانها نقطة مهمة جدا ازاي نحق تنمية مفتقدة في دولة أفريقية شقيقة رغم كل العقبات الموجودة رغم كل ربما الاحلام اللي كانت مؤجلة لسنوات طويلة احنا قدرنا بتخطيط جيد نحنا نحق الحلم رغم وجود السد مثلا في محمية طبيعية لكن احنا لم نقذي البيئة وده كان يمكن تحدي اكبر ان احنا نشتغل في مكان بيصنف عالميا على ان محمية بيئية لا يجب المساس بها او الدخول داخلها ازاي برضو تخطينا هذي العقبة لا حدك هو ده فعلا زي ما حدك حدك لمست نقطة مهمة في التحديات اللي احنا قابلناها احنا هنا تقدر حدك نقول ان احنا كنا مهندسين بنشتغل بمشرة جراح في وسط الطبيعة حدك النهاردة مفروض ان احنا بنحافظ على الحياة الطبيعية بنحافظ على الحياة البرية وده التحدي الأكبر احنا بنشتغل في وسط حيوانات منطلقة في غابة طبيعية مفروض ان احنا بنحافظ على سلامتها وبنحافظ عليها وبنحافظ على الناس اللي شغالة من الحيوانات برضو المفترسة اللي ممكن كل دي تحديات احنا حطيناها قدام عينينا الحياة الطبيعية ازاي ان انا بقلل اي تأثير على الطبيعة وازاي ان انا برجع تاني الطبيعة دي لوضعها الاساسي بعد ما يقلص المشروع ان شاء الله فده فعلا تحدي مهم جدا كده عندنا سد صديق للبيئة طبعا تقول كده ان هي طبعا الطاقة الكهرمائية في طبيعتها هي صديقة للبيئة والحمد لله السد ده فعلا ان شاء الله هيبقى صديق للبيئة وده كان تحدي برضو كبير لان كتير من الخبراء قالوا محدش هيدر يعمل السد بالطريقة اللي هي مما تحافظ على البيئة الحمد لله احنا قادرين نحافظ على البيئة بصورة كبيرة الشعب التنزاني حاسس بالكلام ده بتجينا زيارات كتير وهم اللي بيقولوا فعلا انتوا بتحافظوا وبتعملولنا حلمنا مع محافظة الطبيعة بتاعتنا وابتدينا الحلم ازاي بقى ابتدينا لانه هذا المشروع معقد هذا المشروع مركب فيه اكتر من مستوى خلينا نقول واحنا لأول مرة ندخل في هذا المجال فازاي كان التخطيط ازاي استبعدنا خطط او قربنا خطط او وافقنا على خطط وازاي كانت البدائل عندنا حسنا نقدر نقول ان ضربة البدائل الفعلية هنا في الموقع كانت في 15 ديسمبر 2018 وهو ده تاريخ توقيع التعاقد للمشروع من ساعتها الناس نزلت هنا في الموقع اول ما نزلنا الموقع طبعا كان عبارة عن غابات واحراش ما فيش مسالك للوصول لأي مكان في اجزاء السد ما لسه حنبتري ننزل علشان نعمل رفع مساحي علشان نبعطه للمصممين علشان يقدروا يعملوا انسب اماكن وانطبق التصميم اللي كان مطروح انما طبعا احنا في الاخر المشروع التحالف واخد المشروع تصميم وتنفيذ نسميه في مصطلح التعاقدات EPC Contract فده حضرتك احنا عشان نقدر نصمم المكان هنا احنا كان لازم نعمل رفع مساحي مصبوط نعمل جسات للأرض او كان التحدي الأكبر ازاي نوصل للأماكن اللي فيها المناطق دي حضرتك شهد بنفسك احنا بننزل على من التفاعات كبيرة عشان نوصل للدفاف النهر ونوصل لمجرى النهر يعني حضرتك دلوقتي احنا وقفين يعني اقدروا الحقيقة احنا وقفين فمجرى النهر نفسه وده احنا وقفين على السد المؤقت اللي بينقل قناة التحويل اللي هو ان شاء الله بعد ما يتحقق الحلم كله والسد كله يخلص السد ده حيتشال وحيبقى المايا وقفة مكان محضرتك وانا وقفين هتبقى المايا وقفة محجوزة قدام السد عندنا جسم السد يعني اشارف على الانتهاء في بعض اجزائه عندنا مبنى المحط التوليد الكهرباء اللي هو الباورهاوس ده احنا النهاردة بنتكلم ان انا حاليا بركب في التوربينات نفسيها بعد ما خلصنا كل الاساسات الرئيسية للمنشأ طبعا كم خرصنات رهيب كم تفجير في الصخر كان رهيب اختيار التفجير ده ازاي ان هو يبقى مش اكبر كمية برضو علشان عامل الوقت انا كان ممكن اختار في منطقة افجر فيها اكتر انا على قد ما قدرنا والرقم طبعا حاك لما هتسمعها هتتخذنا احنا مفجرين عشان نبني مبنى الباورهاوس ده الواحده اتنين ونصف مليار مليون متر مكعب في الصخر وده طبعا كمية ضخمة عشان ما ننزيش البيئة برضو عشان ما ننزيش فعلا البيئة وده طبعا يعني اتبعد حسابات كتير نهاردة حداك الاماكن اللي بننقل منها الكهرباء من خلال محطة الربط الكهربائي الزيت بمنطقة مصلة تقدر توصل للشبكة القومية هنا في تنزانيا شبكة الكهرباء كل دي كانت تحديات قبلتنا في التصميم احنا عشان نعمل الكلام ده في الاساس حتستغرب الرقم احنا منفزين حوالي 90 كيلو متر من شبكات الطرق المؤقتة اللي هي علشان مجرد نوصل لمنشآت المشروع فده والمرافق الخاصة بالمشروع الشبكات دي بعد المشروع هتبقى ملهاش استخدام هترجع تاني جزء من الغابة فانه النهارده مجرد 70 كيلو من الطرق أو 90 كيلو من الطرق ده كان رقم ضاخم عشان يتحقق بنزيل مناطق بصورة زي بقول حالك مشروع الجراح عشان يقدر ننفذ الكلام ده بدون الضرر للبيئة برده بشمهانس الملاحظ انه تقريبا ربع العمالة مصرية تلت تربع العمالة تنزانية فكرة ان احنا زي ما اتفقنا مع تنزانيا اللي هم الخبرة البشرية والخبرة طبعا التكنولوجية فبالتالي احنا بننفذ ده في هذا المشروع الضخم لان عندنا الاف العمال التنزانيين تلقوا الخبرة من اخوانهم المصريين انا بس يعني بلأ لحضرتك الرقم عشان الرقم برضو حضرتك حي اكد كلام حضرتك انا بنتكلم النهارده المصريين من مهندسين ومن مشرفين على مشرفين تنفيذ من رؤساء عمال من بعض العمالة المتخصصة انا بنتكلم في حوالي ستومائة واحد تستمائة واربعين واحد بالزلط انما حضرتك مقارنة بالتنزانيين اخواتنا التنزانيين هنا هو اللي اشتركوا معنا في المشروع من عمالة وناس يعني شباب كلهم في فئة الشباب كلهم احنا بنتكلم حضرتك قربنا على تمن تلاف واحد طبعا حضرتك شايف فرق الرقم اللي موجود بس ده سر ان الشعب المصري هو اللي جاي بيقدم ايده وفاتح حضنه لاخوه التنزاني في افريقيا كلها لان هنا النهاردة احنا مش بنبخل بخبرات احنا هنا جايين بنحقق حلم كلنا مع اخواتنا في تنزانيا وده يمكن اللي مخلي الشعب التنزاني مش بس فرحان بالسد الشعب التنزاني فرحان بان المصريين في وسطهم هنا الكلام ده حاك احنا بنحسه لما بنقابل الناس هنا وبنقابلهم في المدن جنبينا زي دار السلام يما بيعرفوا ان ان انت شغال في مشروع سد جوليوس نيريري ده بيحس ان انت بطع القومي عنده لان هو شايف ان انت مش بس حتعمله تطوير لبلده انت بتطور البني ادم نفسه النهاردة لما حالك منتكلم على 8000 بني ادم تنزاني بتخيل حالك بعدما يخلص المشروع ده حيبقى عنده خبرات وعنده ثقافات يقدر ان هو يتعامل بها مع مشروعات تانية قومية كبيرة زي ما احنا حققنا في مصر خبراتنا من مشروعاتنا القومية الناس دي برضو حتقدر تروح تنفذ سدود ومحطات كهرباء وكباري ومختلف المشروعات لاننا المشروع مش بس سد ومش بس محط الكهرباء فيه اجزاء كباري فيه اجزاء اسكان فيه اجزاء طرق كل دي نوعيات مختلفة من الخبرات الهندسية وكل اخواتنا التنزانين بيشتركوا معنا فيها وكلهم حيطلعوا من هنا حينشروا الخبرات اللي اتعلموها في وسط الشعب التنزاني شكرا